موسيقى 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 يعملوا الكل يعني. وجبنا تمويل وعملنا حملة وزعنا فيها متل على هي بالشكل بالاسم متل كل الحملات. يعني توزيع حصص غذائية مواد بيعوزها العائلة بتعوزها الكلمال الطبخ بالبادية. بس ما احنا عملناها بطريقة ما للا الاستثمار من اي نوع يعني حتى انه نحنا الشخص ما يعني بس بنعطيه بون بينزل هو على الماركت بياخد الحصة مش بكي مش بشان مش بكارتوني حتى بياخدها بكيس سوبر ماركتين. دايكون اكيدة انه هون في شغلة كتير دقيقة اللي هي كرامة الانسان تعرفين. لازم يضل واحد يفكر بهذا الموضوع اب ما يفكر ازا بدي يساعد اب ما يفكر كيف بدي يساعده. من وراء هايدي الفكرة صراحة هاي تخليفنا عن انا والمختار والجروب اللي معنا يعني. نحتاج بكتير اشخاص ونعرف نقدر اني قدرنا ولمسنا كتير مدى اللي في عندك عيال وعندك اشخاص عن مدى عن جد انه بحاجة لحد يوقف حدهم. كتير. من هالمنطلق اذا لما تعرفي شغلة عصائد شخصة وفردة ومجموعة صغيرة ومانا مدعومة من حدا يعني. تعرفي بدي يوصل الوقت اكيدة بدي خف التمويل اللي شارك شارك. تعرف الظروف كمان صعبة. ارتقائنا لازم نعمل شي لا نكفي. من باب انه لقينا عن جد في حاجة بعد مع انه وزعنا كتير بس بتحس انه بعد فيه. بقال انا ومختار درسنا فكرها انه ممكن باكت بنعمل شي لانه هلأ كمان فيه ناس كبار ما قدرين يطبخوا. عيال ما قادرة تأمن مواد تطبخ حتى. الناس ما عم يشتغلوا. جينا قلنا انه احلى طريقة نحنا. اول اول فترة سهمنا بانه نؤمن لهم هالمواد الغذائية لهن يطبخوا. جينا قلنا ليش ما بنعمل كمان هي فكرة موجودة بس نحنا طورناها بطريقة بتطلع بتنا بقولوا الكل مشارك وما حدا متكلف كتير. قلنا اول شي بنعمل نوزع طبخة منزلية على العيال وعلى الاشخاص اللي هني ببدوا يشاركوا بالمواد. على اللي عملنا دراسة اول شي انا والمختار نو ازا نحنا منجيب المواد ومنطبخها ومنوزع من طبيعا الكل يوم. بتاع فيهم طابخ بيكون بكنيس بي بأديرة بيعملوا هني طبخ. بيوزوا على الكبار بالعمر المسنين على دور العجزة على اللي هني. بقى هاي الفكرة بتنعمل بس هاي كمان بدا تمويل. يعني هاي بدا نجيب نحنا كمان المصدر تمويل. ما فيك تعملية شهر. تعاودي الشخص او انو تقيلوا انا وقف حدك شهر. وبعد الشهر ما راح فيني وقف حدك. تصير صعونا الازمة طويلة. نصف. فصا انو الازمة كتير طويلة. ما فيك يا ما تطلع انو من مبادرة يعني على وقت مستقطع منا منا حلوة. جينا ساعتا هون طورنا الفكرة. هون الحلو فيها انو بدل ما نحنا نروح نجيب هالمواد الاولية. ويندفع حقها. ويجيب لها تمويل. ليش ما ما نقسم هالعبق. لهو عبق مادة بالنهاية. ما نقسمه على الكل. متى الصمتي يعني ما بدنا مليون ليرة من شخص. بدنا ليرة من مليون شخص يعني. بدل ما نحنا نروح نجيب نعمل طبقة. هون ساعتها لمعات الفكرة. وليانيها انو كتير من ناسا بعملنا تاست على يوم مشيت. لهي انو نحنا متوجه منا مرحلة اولى توجهنا فيها للامهات. اماتنا. اماتنا كلنا بالمنطقة. انو نحنا اي ام حابة هي تساعد. وهن كتارين. كل حدا ببيته بده يساعد. بس ما عم بيلاقي الوسيلة اللي يساعد. لانو بتعرفي مادية مرح في يساعد. انجي اي شايل بحلو. بس لا تجيب تقيله انت انت يا ام بالبات. اذا انت عم تطفخ لأولادك. اذا فيك انت بهالطبقة هي زيتها ما تزيد شي. كل نهار تنين. كل نهار خميس. تزيد الصحن. تزيد الصحن. عجلة. ونحنا متعتليهم. نحنا منقملك الصحن اللي بديك تحطيه فيه واللي بقع الغطة مع الكيس مع كل شي. مع كمامي حتى كمان. نحنا منروح منجيبه. ونحنا ساعدتها منوصله للحدا اللي هو بده يستفيد من هالمقلول هذا. هادي كانت اول خطوة. وكانت فيها اقبال مش طبيعي. تعرفة الامات ما بيقبلوا صحن. نحنا سميناها زيدي صحن. بس يعني بالاجمال ما حدا عم يقبل يزيد صحن. كل نه بد يزيده اكتر. حتى في ناس عم طعموا صارت تبخيات. حلو كتير. حلوة ايه انه هادي ما عم تكلف شي. عم تكلف صراحة يولهم. بس انه عم تحس انه عم الكلفة طبع هذا الصحن. المردود طبعه العطاء. الشعور بالعطاء. ولوين عم يوصل. المردود كتير اكبر من من كلفة الصحن. هون ساعتا طلقنا للمرحلة التانية. كانت انه مالتطع في بديت. الامنت الامة هيت بالمنزل. بدنا نامن الاشخاص اللي رح يعملوا التوزيع. يعني اللي. بدي روح يستلموا الغراض يعني عند الامات. وبدنا نحنا نكون دالين وان بدي روح يوصلوا هالغراض او يجيبوهن عم طرح محدد. هالاشخاص اللي ادريين جوا ياخدوهن من هال مطرح محدد. هون اطلقنا حملة تانية كمان. هل هو كله موجودين على صفحاتنا على الفيسبوك. انا والمختارين. في الكل في فوتوشوف. اكي. اذا حدا عم يسمعنا. في فوتوشوف ويراجع. بيعاد بيفهم كمان الفكرة هي مفهومة هالا صارت. في يفهمها اكتر. وفي ازباد يشاري كان هي كمان يتابع هوني. تانية مرحلة كنت نقلت اللي. كنت اطلقنا مبادرة انه للشباب والصبايا. ومش بس روح. كمان هالكبار لعمر السيدات وال والاباء بالمجتمع عنا هوني. انه اللي بيحب يساهم بمساعدة المجتمع حوله من خلال لا مادة ولا شي تقديم ربع ساعة او تلت ساعة من وقته. كل نهار تانين. كل نهار خميس. هاي بس بتكلي. كمانة بعطناها لكل ما عرفنا. حطناها على السوشي بيديو. اجل كمانة اكبار كتير. صار عنا فريق عمل تقريبا مختار شي حوالي شي. خمسة وعشرين شخص. حوالي خمسة وعشرين شخص. هولي هلا بعدنا صارنا نحنا بس عشرين بلشين. هولي بس بيجوا لعنا كل تانين وكل خميس بين الساعة 11 ونص و 12 ونص واحدة. بيروحوا. كل مختار مجهزهم كده شي. بيروحوا وبيعملوا الدفور اللازم. بس حسب مؤرد انا على صفحتكم على فيسكن على فيسبوك انكم مستهد فين الشباب والصبايا تحديدا طي يقوموا بهيدا العمل ما هي. صحيح. لهو نحنا توجهنا فيها للشباب والصبايا. بس اكيد عم تبقى تلك عم يجينا كمانا نسوان ورجال حب معهم سيارة حبين ساعدو. بس نحنا منيها للشباب والصبايا ليش? لانه هي شغلي قصة انه متل ما نسميها هي متل توصيل عرفته? بقى انه منحس انه شباب والصبايا معهم هالوقت الاضافة الظهر. ازا كانت امي ممكن ببيتة مكفية او ازا كان رجال كان بيشغله مش قادر. ازا كان تلميذ جامعة هلا بتعرفي تلميذ مدرسة ضمن النطاق. بيقدر يسخر نص ساعة من وقته او ساعة بنهار التناول الخميس. بس اكيد انه حنا نحن يعني فيك تقولي عناينا فيها روحية الشباب والصبايا. توجهنا للشباب والصبايا بس بروحية. يعني كل حدا بيحس حاله عنده روح الشباب والصبايا وبدو يعطي وبدو يساعد. نحنا مستعدين. هون كنت ها تاني 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 تالت ستاب اكيد اه كانت انه ننبش على الاشخاص الى هن بدو يستفيدوا من هالمبادرة. هو الي اكيد هالمختار بيفصل اكتر كمان عن الموضول. انا هود شوي موضوع هون يعني متل دقيق يعني بتعرفي الأشخاص كرامة النفس والعزب النفس بتتمنعها أنه تجي تقليك أنا بحاجة. نحن ما عم نسميها حاجة. نحن نسميها حدا يوقف. ولا نسميها حدا يستفيد من المشروع أو حدا نوقف حده. ها هي. هون نحن كمان عملنا اطلقنا كمان مبادرة. إذا حدا بيعرف كل حدا بيعرف أنه حدا وقف شغله بهالفترة. عنده عائلة مش قادر يطبخ. بيعرف مثلا امرأة مسنة أو عائلة مسنين قاعدين ببيت ما عندهم حدا يعينهم بالطبخ. يبلغنا نحن. ونحن نتواصل معهم بطريقة أكيدة سرية. ونعلم كيف نحكي معهم. وناخدهم عنوانهم وكل شيء. هنحطهم ضمن الشبكة اللي نحن عملناها. هلأ الفكرة كانت كتير حلوة. ولاقت تجاوب كتير من المحيط طبعا حتى عم يجينا هلأ صار من برات المنطقة. هلأ هايدي رح خليها ده المختار بيخبرك عنا. هايدي هلأ أطلقناها مبارح. هلأ مختار هو لأنه هو طرحها وضفناها وهيقتها كمان رح تنعمل لح تكبر المشروع. تعمل ضجي كمان. مختار بدي اسألك سؤال انت عم بتحس انو حملتكن عم تعت نتيجة. هل صار عندكن عدد مشتركين كفاية مؤمنين بهيد الحملة؟ تنبلش من الأول انو كيف قدرنا جبنا العالم. كنا وضحها جان. طرحنا نحنا على الفيسبوك على السوشيال ميديا. متل ما قال يا جماعة مين بيعرف حدا وقيف شغله. مين بيعرف حدا بحاجة انو مش هم بقدر يأمن أكله. لأنه متل ما قلنا انو في كتير عالم كرامتا ما تسمح تجي تقلك أنا بحاجة. ونحنا بتعطينا بأول حملة اللي عملناها على الحصة الغذائية صار عندنا هيك اطلاع زيادة على حاجة الأشخاص فعلا على الأرض بغض النظر عن معرفتنا الشخصية فيهم. زادت الأمور شوي شوي صار جينا اتصالات متصل نحنا بالأشخاص مباشرة نعرفهم عن حالنا نعرفهم على الحملة تبعنا. وتعطينا بكرامة كتير مع الأشخاص يعني ما فيهنة ما فيه زل ما فيه تصوير ما فيه دعاية ما فيه بروباجندا. بيوصلوا صحنا عا بيته شاب ليه لابس كمامة اخد كل الاحتياطات بيوصلوا ايه عا بيته بيسلموا ايه بنص البيت كأنه طالب ديليفري الزلمة. يعني ما حدا من الجيران بيعيروا ما حدا بيجيران بيجي بيقلوا ايه لايك كذا كتير كانت الشغلة مرتبة. أكيد بده تطلع شوي شوي القصة يعني صار بس شجار شيف جاره عم بياخد. صاري عم بقى تشك مختار عم نشوف هلأ رقمكم ارقام تلفونكم على الشاشة يلي بحبوا يتواصلوا معكم. صارت القصة تكبر شوي شوي يعني بلشنا اول نهار بعشرين صحان. كبرت خمسين سبعين صرنا هلأ ميت صحان. بتقليلي قدي الويت انجليس طبعك بيقلك هلأ عندي ميتين بدون ياكلوا. بس انه نحنا صارنا فترة كتير قليلة يعني بعدنا شي مقالعين. بس الشغلة اللي عم نلاقي صداها انه في فرح بكل المشروع اللي عملناه. المرأة اللي عم بتقدم طبخ عندها فرح. الشخص اللي عم بيوزع فرحان الشخص اللي عم بياكل فرحان. ونحنا فرحانين لانه قدرنا وصلنا هالتلاتة ببعض. وعم نحكي بمشروع ما فيه كلفية. فيه كلفية بس انه محمولة عم نقدر نتخطاها لانه شغلة عن نطاق شخصي عم نعمله. مش نطاق لا دعم مؤسساتي لا دعم قطع عام او شي يعني. شي برسونيل. وناجحة الأمور بشكل بس بده انه تقدر ترتبية. الصمنة المنطقة كذا سكتور تنقدر نتخفف على التوزيع. قصة توزيعون واستلام الأكل. حتى فيه أشخاص بيروحوا ماشي عنا. يستلموا من مرة محدرة الطبق. بينزل يمكن بتاني بناية بيعطيها لجاره. أكيد عم نغربي للأشخاص. مش كل الأسخاص اللي عم بيجونا يطلبوا مساعدة. ندرس شوية الوضع. عم نبدأ أول شي الأرامل. تاني شي كبار السن اللي ما عندهم حدا يعينهم بالبات. تالت شي اللي تاركة جاوزة عند أولاد هي عم بتعيشهم أو شي يعني. عاملين مثل سلو مقلويات. وقديش عم بيجينا أكل الموزع ترتيب على هالسلو اللي عندنا إياه نحنا. أكيد الحاجة أكتر. أكيد بحاجة لنسوين بعض تطبخنا. وأكيد العالم بس عم تعرف فيها ما حدا عم بيقول لي لا. يعني ما في حدا طرحت على ولا عائلة على ولا مرأة. إلا هيدا مشروعنا. إلا إيه تكرم عينك أنا مستعدة تساعد. لأنه ما في مرأة ما في أم بالبيت إلا ما بتطلع طبخطة زيدة. إلا ما بتطلع طبخطة فيها شوية زيادة. نحنا عم نأمن لها الصحن اللي بتضحط فيه الأكل. مع الكيس. مع الشخص اللي بده يجي ياخده من عنده. ما عم نحط أي تعب عليها مجهود إضافة زيادة. ما غريب يتجاوبون معك. ولهيك نحنا جينا اليوم على مريم تيفي. نطلق الفكرة تتتعمم أكتر الأمور وتكون واضحة أكتر. لأنه فعلا بحاجة بعض لناس يطبخو لنا ووزعلوهم. وهلأ بدي منتكن كمانا مختار واستجان. إذا حابين تتوجهوا من خلال محطة مريم تيفي. وابرنا مرجنا على الموعات للمشاهدين. هيك يمكن تدعوهم بمساج صغير أو بكلمة صغيرة. إنه يشاركوا بحملتكن. شو بتحبوا تقولولهم؟ نحنا كل مرة بحاجة فيها تعطينا صحنة زيادة أو أكتر نحنا بناخده مننا. كل شاب وصبيه مثل معالجان. حتى لو كانوا كبار بالعمر. إن كانوا بسيارة ولا بسيارة عايشين ضمن منطقتنا. كمان بحبوا يوزعوا معنا. يعطونا نصف ساعة. الساعة ماكسيما من وقتهم. الساعة إذا بحب هو يطول يعني. الساعة فينا ننهيله إياها. يتعاون معنا يتصل فينا تنقدر نتكبر هالشغل. إن شاء الله يا رب. يعني نتمنى من كل يلي قادر يساعد ما يتردد أبداً ويتواصل معنا. وهنا كثير كثير أشغل. حتى هلأ صار يجينا اتصالات من برات المنطقة. حابين يساعدوا. كمان حابين يساعدوا. حابين يساعدوا. قمنا لقينا لهم فكرة جديدة. يعني اتصل شخص مثلاً. طلع على الصيفية. وقعد بالمنطقة هون طلع بيصي. قال لي مختار أنا مسعد أبعط لك طبخة. قلت له أنا إذا بعتت لي طبخة يمكن أقدر تعمي فيها تنين عشر أشخاص. الخميس طعون. خلينا نلاقي استمرارية بالفكرة. قال لي شو بتقترح. قلت له بما أنه أنت بعيد. إذا بك تبعت صحن الطبخ بمحل ما مصيف لعنه يمكن يصال محمد. يمكن يصال مطعوج. يمكن ما يوصال النيع. دلو بربطة خبز. دلو بتفاح. دلو بقرط موز. دلو بقاتو. أنا بعطيك الكيس بعمل قالب قاتو. بتقصوا قطعة صغيرة. تحطهم بالكيس اللي أنا أعطيك إيهم. تبعت لي إيهم. قاتو بيضاين مش وارك. وبيضاين لتاني نهار. صار عنا خبز زيادة. صار عنا قاتو زيادة. صار عنا فوكة زيادة. صار عم بيروح مع الفلال اللي عم نعمله. ديسار وقاتو وخبز. مع الأكل. مع الصح اللي نحن عموزه. يعني. تصوري إنه حتى البعاد. قدرنا الإنان والطريقة يشاركوا بالمشروع. بلأ أي مجهود يقزي المشروع. يعني. إنت إذا بك تبعطي صحن يمكن. من حلمة مصيفة. بديك ساعة تتوصالة. يابيوصال محمد. يابيوصال منزوع. يابيوصال كذا. بس إذا بعطي ربطة خبز. بصائف. إذا بعطي كيلو بطاطا. حتى إجاني بطاطا. كمساعدة مبادرة منهم. طبخولنا إياهن وبعطولنا إياهن. يعني أفكار بس تبالش بالمشروع. ما معقول. ما معقول كي بتصير تكبر مع كيلوصال. هي. هي حلوة. هادي عملك. بس تعطي أول. طب بقوله. بتسيبتل كرة السلج يعني. حتى. كل ما نحكي شغلي بتذكر شي. يعني. لأول المبادرة. أول مرة وزعنا. إجينا شاب. حابب يعمل. طب بقوله الرحمة. عن نفس أخواته. نخدهنا على دفعات. يعني كل ما نبعت له عائلة. كل جمعة نبعت له. الحصة طبعا. عم نبعت له رفض الخبز كمانا. هاي من ضمن. أطلقنا عملك من يومان كمان. لخارج المنطقة كمان. الحكي عن المختار. يعني. أي شي بيساعدونا. حي الله شي. يبعتوا صحون فادي. يبعتوا كياس. يبعتوا جتو. يبعتوا حي الله شي. فيهم يساعدوا. بيكونوا. بيحسوا كمان. أنه عم بيشارك. وهيك نحن عم بيجينا كتير طلبات من خارج المنطقة. أنه طبعا. ما بتوصلوا لعنا. طبعا. حتى فيه مناطق. عم تحكينا. أنه هي أسل. نحن. الفكرة. منا فكرة جديدة. بس نحن طورناها بطريقة. تتنعمل سهلة نعمل. صاروا غير مناطق. بغير الأقلية. بغير خير الجبل. اللي بنا عم توصلوا معنا. أنه بس كيف. كيف عملتوا. الطريقة بس. حكينا العنون. لأنه هي كلفة زيرو تقريبا. ومردودة كتير حلوة. فعلا أنه حملة كتير حلوة. أنا بدي أشكركم مختار واستسجان لوجودكم معنا اليوم. الله يقويكم. يعطيكم ألف عافية. نعم. مشاهدينا بدي أختم معكم هيد الحلقة. ما تنسوا تتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. انستغرام وفيسبوك. وعلى يوتيوب ماريام تيفي لبنان. ملتقنا بحلقة جديدة. نترون. اشتركوا في القناة لابد التفكيديد. ملتقنا بحلقة جيدة. وعلى ضرورة الم resultado atenção بإعنا من احوار المحل الباب الوضماء به. وأيكون بحلقت المتن اشتركوا في القناة